اشتركوا في القناة والامنية والاستراتيجية لمنطقة الساحل وافريقيا تحية طيبة مستمعي ادعى افريقيا افام اينما كنتم اهلا وسهلا بكم في هذا العدد من برنامجكم الاسبوعية الساحل وافريقيا سنواصل الوقوف عند طاهرة الارهابية بمنطقة الساحل الذي خصصنا له العدد الماضي جانب من النقاش حول طاهرة اسبابها خلفياتها وكيف انتقلت الجماعات الارهابية والجماعات المطرفة نحو الساحل وهذه الجماعات التي تعرف انتشارا وانتقالا الى مناطق اخرى في القارة نقشت هذا الموضوع دائما اصعد باستضافة الدكتور عبدالقادر سوفي استاد العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمختص في القضايا الامنية والاستراتيجية وايضا محلل قناة افريقيا افام اهلا وسهلا بك دكتور عبدالقادر سوفي اهلا وسهلا ومرحبا تحيتي لك اخرضا والفريق التقني ولكل متابعي قناة افريقيا افام اينما ويجب الساحل وافريقيا برنامج حواري اسبوعي يناقش القضايا السياسية والامنية والاستراتيجية لمنطقة الساحل وافريقيا الجماعات الارهابية في منطقة الشرق الاوسط ظهرت بعد احتلال العراق وبعدها تفجر الوضع في سوريا واليوم هذه الجماعات التي ظهرت في منطقة الشرق الاوسط بفعل تدخلات خارجية واجندات خارجية انتقلت الى ليبيا والان في منطقة الساحل وصولا الى خليج غينيا كيف ننظر انه هذه الجماعات التي خلقت في منطقة الشرق الاوسط اليوم يتم محاربتها من طرف القوى الدولية الغربية في منطقة الساحل على سبيل ذكر من خلال عمليات بارخان وسيرفال والسيف وايضا تواجد قواعد عسكرية غربية بمنطقة الساحل هدفها هو مواجهة هذه الجماعات الارهابية التي كانت بالاساس هي نتاج وضع غير وضع مستجد في منطقة الشرق الاوسط اولا اظن انه ظاهرة الارهاب بدأت قبل غزو العراق لانه اطهم العراق على انه يرعى ظاهرة الارهاب وبالتالي ظاهرة الارهاب كانت موجودة تنظيم القاعدة كانت موجود لا اتحدث عن منطقة اتحدث فهمتك فقط اتحدث عن منطقة الشرق الاوسط في هذه المرحلة كانت بداية تنفيذ استراتيجية غربية بادوات غير نظامية على وهي ظاهرة الارهاب او الجماعات الارهابية فهذه الجماعات الارهابية بدأت تقريبا منذ 2003 في العمل ميدانيا اولا في منطقة العراق ثم بعد الاحداث التي عرفها الوطن العربي ابتداء من 2019 بما سمي بالربيع العربي وهنا بدأت تظهر تنظيمات اخرى على غرار جبهة النصرة وتنظيم داعش تنظيم القاعدة في المغرب العربي تنظيم الميجاو تنظيم بوكو حرام حركة شباب كلها تنظيمات ارهابية منها ما هو محلي ومنها ما هو مسورة عالمين دعنا نقول لكن في كل الحالات في كل الحالات كل ما يظهر تظهر مجموعة ارهابية الا ويتم امتصاصها من قبل الجماعات او التنظيمات الاخرى من خلال وسطة الوسطة الجريمات المعظمة والتنظيمات العالمية الحديث عن هذه الظاهرة ربما ما يستوقفون انها لها العبور بكل سهولة عبر كل اقطاع سهولة التحرك لكن خلينا نتحدث عن الدول العربية والافريقية العراق سوريا اليمن مصر ليبيا سودان ايريتيريا الصومال تشاد نيجر بركينفاسو مالي موريطانيا نيجيريا كلها دول تعاني من عدم الاستقرار وعدم السيطرة الدول او الحكومات النظامية على كل اراضيها اما جزء او الكل هذه الاجزاء التي لا تسيطر عليها او الكل التي لا تسيطر عليها من يسيطر عليها تسيطر عليها الجماعة الارهابية وبالتالي هذه الجماعة الارهابية من يقف من خلفها هو الذي يمكنها ان تسيطرها على هذه المناطق عدم سيطرة الدول هو ضعفها سوريا لما أصبحت في مرحلة معينة غير قادرة أنها تبسط سيادتها على كل التراب السوري فهناك ظهرت قواعد عسكرية أمريكية تركية غربية حتى للكين الصهيوني في تلك المنطقة ومعها قواعد للتنظيمات الإرهابية نفس الشيء بالنسبة للعراق ونفس الشيء بالنسبة لأفغانستان هذا في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن نتحدث عن نفس الشيء أيضا في اليمن هذه المناطق التي جعلت ربما استفحال هذه الظاهرة وتطويرها من أجل تصديرها فتم تصديرها إلى شمال إفريقيا وإلى منطقة السحر والصحراء بنفس التقنيات وبنفس اللوجستيك وبنفس الوسائل التي كانت عليه في هذه المنطقة هي نفسها التي حولت هذه الجماعات بالأعداد الكبيرة والكثيرة وصانتها وأعطتها مماكن هذا التحول رافقه وضع قواعد عسكرية عملية صبر عملية سيرفال برخان مجموعة القوى الخمسة زائد واحد مجموعة دول سحر قواعد العسكرية الأمريكية في النيجر في تونس وأخرى في مناطق أخرى كلها تمثل ربما نفس الاستراتيجية التي وضعتها القوى الكبرى في منطقة الشرق الأوسط تحولها وتضعها في هذه المنطقة وتستعمل أدواتها لتنفيذ هذه العمليات من أجل تحقيق المصلحة من خلال العمل الذي تقوم به الجماعة الإرهابية وتقوم به الجريمة المنظمة هناك تعاضم الاهتمام الدولي بالقارة الإفريقية هناك كل دولة كبرى أو دولة لديها اقتصاد كبير تحاول أن تعقد قمم مع الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي تعاضم الاهتمام بالقارة الإفريقية يوازي تعاضم وجود الجماعات الإرهابية هل هناك علاقة بين الاهتمام الدولي بإفريقيا والانتشار الكبير للجماعات المسلحة في القارة الإفريقية أظن أن هذا الاهتمام أو تعاضم الاهتمام الغربي بإفريقيا يبدو أنه تعاضم لكن الوجود الغربي كان ولازال موجودا في هذه المنطقة أما الأسباب التي تبدو كأنه تعاضم هو نحن نعلم أنه في العلاقات الدولية دائما ما نقول أن الدولة تعمل على تحقيق المصلحة الإبقاء على المصلحة أو الدفاع عنها فالدول الغربية لها الكثير من المصالح في إفريقيا كلما ظهرت مناطق جديدة لها خيرات أو قدرات خاصة طاقوية أو طبيعية تسعى هذه الدول بمؤسساتها الاقتصادية الإنتاجية للشركات المتعددة للجنسيات إلى السيطرة على هذه المناطق فالسيطرة على هذه المناطق في مرحلة معينة كانت ربما تنافس ما بين قوى كبرى وأحيانا عمل مثل ما كان عليه الحال في عام 1924 لما بدأت شركات البترول العالمية تتصادم فيما بينها حول منابع البترول وكيفية العمل خاصة في باكو في إيران البريتش بيتروليوم إيكو غيرها من الشركات هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد أرضية تعمل من خلالها هذه المؤسسات البترولية دون اللجوء إلى التنافس وانتجت ما سميت بالأخوات السبع الأخوات السبع هي شركات بيترولية عالمية اجتمعت في بريطانيا وفي هولندا من أجل تقاسم مناطق النفوذ لازال هالفكر هو السائد لدى الشركات الغربية كيفية تقاسم المصالح في إفريقيا أحيانا يكون هناك سرع شد وجذب في مناطق معينة مثل ما هو الحال في منطقة خليج غينيا ما بين بريتيش بيتروليوم وشركة توطال قبلها كانت شركة ألف التي فككت بسبب الفضائح المعروفة شركة توطال هي ربما الوريث لشركة ألف في إفريقيا وخاصة في كل مجال الطاقة في فرنسا اليوم أصبحت هناك مؤسسات أخرى غير الأخوات السابعة وغير هذه دخول شركات إيطالية إلى إفريقيا في الطاقة دخول شركات أسيوية صينية روسية تركية ربما في التركية هي ربما ما زالت لم تصل إلى درجة الحديث عن قوى في مجال البترول والغاز لكن ممكن مؤسسات ذات في قطاعات أخرى خاصة في صناعات الخفيفة أو صناعات ميقانيكية أو التكنولوجية متوسطة خدمتي أيضا هذا الوجود الجديد أصبح يؤثر على المصالح للشركات الغربية فمن أجل منعه ظهرت صراعات بأدوات أخرى التي هي الأدوات التنظيمات الإرهابية أو الشركات الأمنية في العراق وضعت الولايات المتحدة الأمريكية شركة الأمنية البلاك ووتر هناك أيضا شركات أمنية بما فيها ربما الشركة الإماراتية للآمن في منطقة المتوسط وفي ليبيا شركة فاغنر الروسية إذن هذه الشركات تعمل من أجل تحقيق مصالح ذاتية لها ولكن أيضا للشركات المتعددة الجنسيات وبطريقة غير مباشرة بالنسبة للدول الساحل وإفريقيا برنامج حواري أسبوعي يناقش القضايا السياسية والأمنية والاستراتيجية لمنطقة الساحل وإفريقيا نعود إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره على منطقة الساحل وإفريقيا إلى أي حد أثر تراجع رقعة نشاطات الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وتوسع هذه نشاطاتها في إفريقيا مثلا هنا يمكن أن نلاحظ أن أغلب إصدارات تنظيم الدولة اليوم يركز على الدول الإفريقية نلاحظ مثلا جريدة النبأ التابعة للتنظيم الدولة تصدر أسبوعيا مقالات وأخبار فقط لمناطق تواجدها في إفريقيا تنظيم الدولة نقصد داعش تنظيم الدولة الإسلامية لشام والعراق داعش في إفريقيا أن كل نشاطاته الإعلامية تركز على الصومال موزنبيق جمهورية كونغو الديمقراطية الكاميرون نيجير تشاد ليبيا مالي بوركينافاسو البنين وكأنه اليوم نشاطها الوحيد والأوحد هي منطقة إفريقيا يجب أن من ناحية الجيو بوليتيكية لما نقسم العالم نحن نتحدث مثلا عن الهلال الخاصيب الهلال الخاصيب أو الهلال الهاجين وهو منطقة جنوب وشرق آسيا تعتبر هذه المناطق الأكثر خصوبة والأكثر إنتاج للصناعة والأكثر وجود للسكان والأكثر تجارة وقريبة من المستحات المائية أي تجمعنا بين اليابسة والمائية هناك بما يسمى بالهيرتلاند قلب العالم وهو تقريبا روسيا كما هو معروفة اليوم وأيضا جزء من الصين الشبه الجزيرة التي تقسم العالم أو المركزية الجزيرة الأوراسية الجزيرة الأوراسية هي روسيا منطقة البلقان منطقة القوقاز منطقة الشرق الأوسط إفريقيا يسموها لسو كونتينو هو النصف من جزيرة أوراسيا الخريطة التي أتت بها كوندوليزا رايس 2003 والتي تمثلت الشرق الأوسط الجديد ثم الشرق الأوسط الكبير والتي هي مستلهمة من خريطة الخريطة التي وضعها المفكر الأمريكي وهو جديو كريتين بيرنار ليويس لو نضع خريطة بيرنار ليويس للشرق الأوسط وخريطة كوندوليزا رايس فوقها وخريطة تنظيم داعش نجد أنها نفس الخريطة تنطلق من أفغانستان حتى موريطانيا وتنطلق أيضا من شمال أفغانستان حتى السحل والسحراء وتأخذ كل هذه المساحة أي مساحة أسيا الوسطى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة ميناء ومنطقة السحر والسحراء فإذن نحن نتحدث عن نفس المنطقة ونفس الامتداد ونفس الاستراتيجية فقط ذكرنا أن هناك أدوات وأليات للسيطر على هذه المنطقة وهي قلب العالم في الحقيقة من يسيطر عليها يسيطر على العالم تسعى الولايات المتحدة الامريكية إلى منع الوصول الصيني إلى هذه المنطقة ووصول روسيا وحتى أوروبا إلى هذه المنطقة وبالتالي من أجل السيطرة ويبقى على البسط السيطرة فهي تعمل منظرين الأمريكيين يقولوا ومشحنين مثلا بريجينسكي يقول أنه من أجل السيطرة تعمل الولايات المتحدة الامريكية على منع قيام أي قوة إقليمية وعلى خلق بؤر توطر في الهلال الهاجين في بؤر توطر بحيث تكون هي المرجع وهي الحكم الهلال الهاجين إذا جبنا اليوم من أوكرانيا مرورا بمنطقة البلقان والقوقاز والشرق الأوسط ومنطقة ميناء نرى أن هذه المنطقة كلها منطقة مكهربة وفيها الكثير من بؤر توطر التي تمنع التواصل ما بين أوروبا وأسيا وما بين إفريقيا وأسيا وإفريقيا وأوروبا كلها تمنع أي تواصل وكلها مناطق غنية بما فيه الكفاية ما يجعلها أولا سد منيع ما بين هذه المناطق التي نحن نتحدث عنها وفي نفس الوقت مناطق تسيطر عليها الجماعات الإرهابية ومن خلالها الشركات المتعددة الجنسية من يستفيد من هذا الحال أو الوضع القائم نحن نعلم أنه من يستفيد نرجع إلى الإحصائيات سنجد أن الشركات الكبرى العالمية الغربية هي من يستفيد من الذهب من الأحجار الكريمة من الأطربة النادرة من اليورانيوم من البترول من الغاز من كل شيء ولا تستفيد دول الميدان من هذا الحال على الرغم من الغناء التي تتمتعها هذا الحديث يقودنا للعودة إلى المؤشرات أو الأرقام التي تتحدث عن تصاعد النفوذ الصيني في إفريقيا الوجود المتنامي لروسيا في إفريقيا وأيضا حتى القوى الإقليمية نتحدث عن تركيا عن إيران الذي زار مؤخرا رئيسه دول إفريقية هل هذا الدول المنافسة حضورها المتصاعد في إفريقيا يعني سيقابله انتشار وتصاعد عمليات إرهابية في إفريقيا نعم أنا أظن أنه نشوف إذا نظرنا إلى بؤر توطر في العالم انطلاقا من ما يحدث في أوكرانيا ما يحدث في العراق وفي سوريا ما يحدث في اليمن ما يحدث في شمال إفريقيا كلها تمثل خطوط الإمداد الطبيعية للمشروع الصيني أي الحلم الصيني وهو الطريق والحزام طريق والحزام لو نشوفه في الكتاب الأبيض الذي صدر في 2019 وعشرين يتحدث عن طريق يذهب نحو الطريق العادي القادم هو طريق القوقاز واليوم منطقة القوقاز ومنطقة أوكرانيا هي مشتعلة الطريق الثاني الذي هو يمر عبر إيران عراق وسوريا فأوروبا فهو مشتعل الطريق الذي يمر عبر اليمن في القرن الإفريقي فهو مشتعل الطرق التي تمر عبر شمال إفريقيا الجزائر نحو إفريقيا فهو مشتعل في منطقة الجنوبية هذا يعني أن كل الحواجز موجودة اليوم لمنع تطوير الحزام والطريق فهي موجودة إذن نفهم أن استراتيجية العالمية الكبرى هي منع الانتشار الصيني ثانيا كيف يمكن انتشار الصيني فلأن المناطق التي يمر عبرها هذا الحزام هي المناطق الإسلامية أو هي المناطق الدول الإسلامية منطقة القوقاس منطقة البلقان كيف يمكن نقرأها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة ميناء هذه القراءة هي القراءة التي تحدثنا عنها بداية الحصة استراتيجية أو عدد الماضي عن العقيدة الأمنية العقيدة الأمنية الأمريكية التي صنفت العدو على أساس الخنف الشيوسية والإسلام وهي الأدتين التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على منع وصول الصين إلى المصالح الأمريكية إنما كانت في العالم من خلال المناطق الإسلامية وبالتالي خلق بؤرط وطر في العالم الإسلامي لمنع الصين الولوج إلى أوروبا وإلى إفريقيا وبالتالي ضرب هذا بهذا ضرب الصين أولا من خلال وضع الحواجز وضرب الدول الإسلامية التي تستفيد من طريق الحرير لكن أيضا بالأدوات التي سميناها وهي الأدوات الإرهاب التي ألفقت للإسلام وبالتالي نحن في قلب الاستراتيجية الأمريكية ضرب الخنف الشيوسية وضرب المناطق الإسلامية إلى أي حد أثرت وستؤثر انتشار الجماعات الإرهابية على الدول الإفريقية خاصة أن نحن نتحدث عن خطر متنامي ومتعظم لهذه الجماعات في الفضاء الإفريقي أولا إلى أي حد الحد وهو النسبة التي وصل إليها تأثير الظاهرة الإرهابية فهو حد كبير حد إفشال الدولة إفشال الدولة اليوم نعرف أن ليبيا دولة أصبحت في مصاف الدول الفاشلة نفس الشيء بالنسبة للمالي السودان أيضا النيجر في درجة أقل تشارد بوركينا فاسو هذا هو الحد الحد أننا وصلنا إلى إفشال هذه الدول والإنفلة الأمني واستفحال ضائرة الإرهاب واستفحال الجريمة المنظمة الحد الثاني هو تمكين القوى الكبرى من هذه المناطق ومن الثراوات وحد منع وصول أو ولوش القوى ربما المنافسة على غيرار الصين وروسيا وتركيا وغيريا وماليزيا وإلى إفريقيا لكن الحد الثاني هو الحد الذي جعل الدول الإفريقية بعد الصعود البانافريكانيزم والوعي والشعور بالتهديدات التي تقع من وراء ظاهرة الإرهاب ومن وراء القوى الكبرى وإلى هذا السبب التي آلت إليه الدول أنها تعيد بناء قوة قوة مقاومة للفعل الغربي من خلال إبرام اتفاقات وصناعة شراكات جديدة مع الصين مع روسيا من أجل منع هذه الظاهرة ظاهرة الإرهاب ومن أجل منع وصول القوى الغربية إلى ثانية إلى سدة الحكم والسيطرة على القرار في إفريقيا شكرا جزيلا دكتور عبدالقادر السوفي إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا العدد تقبلوا تحياتي أنا ريدا شنوف خدمكم في إخراج عائشة عامر والعرضة التقنية هشام إلى عدد مقبل من ضمامج ساحل وإفريقيا تقبلوا تحية الجميع إلى اللقاء